ترأس صاحب اسم الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء المقر حفظه الله ورعاه بحضور صاحب اسم الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادية الأسبوعي لمجلس الوزراء هذا اليوم بقصر الكثيرية وفي بداية الجلسة قرر مجلس الوزراء قطع العلاقات مع إيران وكلف وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة كما دان المجلس بشدة لاعتدائين الإرهابيين الذين تعرضت لهما سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مدينة طهران وقنصليتها في مدينة مشهد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤكدا أن هذه الأعمال تمثل انتهاكا واضحا ومرفوضا للمواثيق والأعراف الدولية كما ندد المجلس بالتصريحات والتدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي والسيادي للمملكة العربية السعودية مما ينتهك مبدأ سيادتها الإقليمية كذلك عز المجلس عائلات الشهداء الأبطال الذين استشهدوا خلال الحادث الأليم الذي تعرضوا له أثناء قيامهم بواجبهم الوطني السامي ضمن قوات التحالف العربي وهم الشهيد النقيب أحمد أمين والشهيد النقيب مبارك الرميحي والشهيد الرقيب أول حسن اسكندر هذا وقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وزارة الصحة إلى ضرورة التأكد من وفرة الأدوية لمختلف المرضى والتنسيق مع الجهات المختصة لبيان الإجراءات المتبعة وأساليب العلاج المختلفة لكافة أنواع الأمراض بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي وفق المجلس على مذكرة بشأن تعديل تعريفة استهلاك الكهرباء والمال لجميع المشتركين تهدف المذكرة إلى تنفيذ التشريعات والنظم التي تسهم في تعزيز الدخل وتنمية الإرادات الحكومية ورفع الإنتاجية ومراجعة سياسة الدعم الحكومية المباشر وغير المباشر لاستلاع والخدمات الحكومية مع التأكيد على الإبقاء على تعريفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب واحد دون تغيير حيث يهدف ذلك إلى توجيه الدعم للمواطن وهو مبدأ تم الاتفاق عليه من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية كما ستبقى مملكة البحرين محافظة على تنافسيتها مع المنطقة فيما يخص أسعار تعرفة الكهرباء والماء حتى بعد تعديل الأسعار وافق المجلس على مذكرة بشان عدة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تتضمن طلب إلغاء إدارة التقنية المتقدمة والمعلوماتية وتغيير مسمى عدد من الوظائف العليا والإدارات اطلع المجلس على مذكرة بشان أوضاع الجامعات في مملكة البحرين والخطوات التي اتخذها مجلس التعليم العالي للارتقاء بها حيث يبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين حاليا أربع عشرة مؤسسة منها ثلاث مؤسسات حكومية ويبلغ العدد الكلي للطلب المسجلين في جميع مؤسسات التعليم العالي نحو أربعين ألف وتسعة وستين طالبا وطالبا ويأتي إصلاح التعليم من الأمور المركزية في عملية الإصلاح الشاملة مع ملاحظة أن قطاع التعليم العالي بات يقدم دورا مركزيا في تطوير الطموح الاقتصادي والاجتماعي في المملكة مع تنمية رأس المال البشري اطلع المجلس على مذكرة بشأن مؤشرات سوق العمل للربع الثالث من العام 2015 حيث بلغ إجمالي العمل في مملكة البحرين في نهاية الربع الثالث من هذا العام أكثر من 717 ألف عامل عاملا مسجلا بذلك زيادة سنوية مقدارها 6% مع وجود زيادة سنوية تقدر بـ 1.9% لإجمالي العمالة الوطنية للقطاعين العام والخاص في الربع الثالث من العام مما يدل على نجاح الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل في مشروع توظيف العمالة الوطنية وضمان استقرارها وتطورها في العمل كما شاهد إجمالي العمال الأجنبية ارتفاعا بنسبة سنوية مقدارها 7.2% وتعتبر هذه الزيادة مؤشرا على استقرار ومتانة الاقتصاد وقد حز قطاع المقاولات على أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة وصلت إلى 39% من مجموع تصاريح العمل الصادرة يليه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة بلغة 19% ومن ثم قطاع الفنادق والمطاعم وقطاع الصناعة بنسبة 12% لكل منهما أحل المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية واللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق مذكرة بشان مشروع قرار بإصدار اللائحة المالية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وتهدف اللائحة إلى الحفاظ على الأموال والممتلكات والموجودات الخاصة بالهيئة ضمان تسجيل جميع بيانات المعاملات المالية للهيئة المحافظة على درجة عالية من الثبات في معالجة المعاملات المحاسبية والمالية للهيئة رصد ومراقبة حركة أموال الهيئة من إيرادات ومصرفات حصر الالتزامات المالية للهيئة ورسم السياسات المحاسبية والمالية لاتباعها عند وضع النظم الجديدة في المستقبل أخذ المجلس علما بعدد من المذكرات المقدمة من مجلسي الشورى والنواب بشان عدد من المرسيم والقوانين وعقب الجلسة عقد سعادة سيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب مؤتمر صحفيا تطرق من خلاله لأبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء حيث أكد سعادة الوزير أنه تم تكليف وزارة الخارجية بقطع علاقة مع إيران بعد تكرار التدخلات الإيرانية في البحرين ودعمها للعديد من التنظيمات الإرهابية في المنطقة والمملكة وفي الشأن المحلي أكد سعادة وزير شؤون الإعلام والمجلسين بأن القرارات المتعلقة بالكهرباء والماء سيتم تطبيقها من مارس 2016 هذا وقام سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب بالرد على عدد من الأسئلة والاستفسارات من الصحفيين الذين حضروا المؤتمر وسيعرض لكم تلفزيون البحرين التسجيل الكامل للمؤتمر الصحفي الذي عقده سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب بعد هذه النشرة مباشرة هذا وقدم ساعدة الدكتور عبد الحسين بن علي مرزا وزير التاقة إجازا خلال المؤتمر الصحفي حول قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء والمال للمشتركين وقد تضمن العرض كافة التفاصيل الخاصة بالتعرفة الحالية والأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار كما أكد ساعدة الوزير أنه من الضروري أن يتوازى مع هذا التعديل ترشيد للاستهلاك للتاقة خاصة مع زيادة الاستهلاك في ظل تناقص الموارد وقد قام ساعدة وزير التاقة بالرد على استفسارات الصحفيين حول هذا الموضوع